اشتركوا في القناة الفرنسية وفي شخص رئيسها ان تختار بين الحالة التي تعيشها اقتصاديا وهنا غديمشي الاقتصادي وما نبقاش في السياسي حالي تتعرفوا على ان الجمهورية الفرنسية تعاني من ناحية الاقتصادية وعطيك واحد رقم صغير وصغير جدا هو مؤشر النمو فمؤشر النمو حاليا في الجمهورية الفرنسية لا يتعدى واحد في المية وبالتالي الحسابات اللي درت الحكومة الفرنسية في شخص رئيسها كانت حسابات دقيقة اليوم المغرب المملكة المغربية تشكل قوة ضغطة للدخول او المرور الى افريقيا وبالتالي البوابة الكبيرة هي المملكة المغربية حالي قلت سابقا الحسابات كانت حسابات اقتصادية قبل ان تكون سياسية لماذا اقول هذه الكلام هذا تنقول هذه الكلام فقط لكي نؤكد على ان جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايداه اصابة واصابة في استراتيجية التي اعتبادها فاما ان تكون صديق للمغرب وان تتعرف بصحرائه واما ان تكون عدو للمغرب ولن او ولا تعترفوا بمغربية الصحراء دياله في حالي قلت هناك مسائل جد حساسة احنا مقبلين على كأس افريقيا وعلى كأس العالم وكم ديالا استثمارات لتترافق هات التظاهرات واللي الجمهورية الفرنسية بمعنى تفكر في ان تكون من بين الناس اللي غادي يحصلوا على هات الاستثمارات جوج الخط اللي جاي من نيجيريا الخط ديال الغز بطبيعة الحل اللي جاي من نيجيريا المملكة المغربية ومليتا نقول نيجيريا على جبت هذه المسائل هذه جبت هذه المسائل اللي يقول انه سوف يمر بعدد كبير من دول افريقية اتعلمون اتدرون ان مجموعة من دول افريقية لا يتعدى فيها الربط بشبكة الكهرباء على سبيل المثال بعش طرف المياه اذا هادو استثمارات جديدة واللي غادي تفتح لا طبيعة الحال الجمهورية الفرنسية ولا المملكة المغربية ولكن المملكة المغربية عندها سبق في هذا الاطار والشاركة اللي تنتمنوها ما بيننا وما بين الجمهورية الفرنسية ان تكون نيدية ان صح التعبير انا ما نقولش غانيون غانيون وما نقولش وين وين هذه الكلمات ولكن غادي نقول غانيون زائد بالنسبة للمملكة المغربية وبطبيعة الحال غانيون حتى بالنسبة لجمهورية الفرنسية وان اردتم ان ندخل في عمق المواضع فنحن مستعدين ربما غادي ننقف عندها دلحد وتنشكر جريدة الانباء على استضافة ديالها باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيغي تابونوا معنا في لتن يوتيوب وفعلوا الجرس